اهلا بكم مشاهدين السلام عليكم في برنامجكم قهوة وجرنان بالامس المهار عرضت تحقيق حول الطالبات الجامعيات من طلب العلم الى بائعات الهوى الكثير من الردود انا نقول لكم فقط انه سلسلة تحقيقات سري جدا لما انطلقنا فيها قلنا انه هدفها هو عرض بعض الملفات وبعض الظواهر وبعض القضايا التي كانت من درجة سري جدا التي كانت من درجة الطبهات في المجتمع الجزائري الزميلات اللي زميلتان اللي قاموا بالتحقيق كان الهدف من التحقيق ليس الاساءة للطالبات الجامعية وليس الاساءة للإقامات الجامعية بل الهدف منه عرض مشكلة الآن هي مشكلة وطابه هو حقيقة حالة شاذة لكن الهدف من هذا التحقيق انه مثل هذه الظواهر ما تستشربش وما تمشيش في المجتمع الجزائري لانه الإقامات الجامعية خرجت اطارات الجزائر وكما كاين في الإقامات الجامعية ناس تقوم الليل وكاين ناس حفظة الستين وكفيها بنات الجزائر على كل حال الهدف من هذه التحقيقات يبقى لعرض هذه المشاكل حتى نلقى لها العلاج لأنها في الأخير دخيلة عن المجتمع الجزائري لا أكثر ولا أقل فيما يخص أخبار الصحف اليوم بوتفليقة سيعلن عن ترشحه يوم 19 جنبي المقبل يعني بعد أسبوع من استدعاء الهيئة الناخبة أطباء من كوبا والصين لتغطيات العجز في مستشفيات الجنوب 8000 طبيب ينشطون بطريقة غير شرعية في الجزائر واليوم مظاهرة 11 ديسمبر محطة فاصلة في تاريخ الجزائر مشاهدين روحوا نشوفوا أهم مجاة في أخبار الصحف الوطنية في معرض الصحافة نستهل معرض الصحافة اليوم الأربعاء 11 ديسمبر بجريدة النهار النهار كتبت بوتفليقة سيعلن ترشحه يوم 19 جنبي المقبل مسؤول في اتحادية الكاراتي متهم بتهريب سجائر المالبورو إلى إسبانيا وأطباء من كوبا والصين لتغطية العجز في مستشفيات الجنوب في أول مقالتها كتبت النهار من المزمع أن يعلن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ترشحه للرئاسيات القادمة خلال منتصفها الشهر القادم عبر خطاب يوجهه إلى الشعب حيث سيقوم الأفلان وحزب تاج والأرندي والحركة الشعبية بالإضافة إلى أحزاب وجمعيات مساندة أخرى بتنشيط الحملة الانتخابية للمرشح بوتفليقة خاصة وأن دعاوى الترشح المعلنة والمخفية تكون قد وصلت إلى الرئيس خلال نهاية الأسبوعية الماضية في الموضوع الثاني فجر الحكم الدولي الجزائري في رياضة الكاراتي سعيد كرميش فضيحة جديدة في الاتحادية الجزائرية لرياضة الكاراتي الدوء بعدما كشف في تصريحي للنهار أمس أن مسؤولا في الاتحادية وضابط شرطة قام بتهريب عدد مهم من علب سجائر المالبرو من الجزائر إلى إسبانيا عن طريق منح خرطشتين لكل شخص من الحكام واللائبين الذين سفروا إلى إسبانيا قبل أيام للمشاركة في بطولة العالم للشباب موضوع ثالث للنهار كتبت فيه تدرس وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إمكانية استقدام أطباء مختصين من مختلف الدول الأجنبية على رأسها الصين وكوبا من أجل تغطية العجزة التي تعانيه بعض المؤسسات الاستشفائية خاصة في الولاية الجنوبية على غرار تمدرست أدرار إليزي وورغلا ووديسوف مع الشروع في تقديم منح للدراسة والتربص في الخارج لعمال القطاع ابتداء من جنوبيا المقبل إلى جريدة الخبر الخبر كتبت 15 مليون جزائري لا يصلهم الماء بانتظام ومحاصرة اجتماع لأمرائها القاعدة في بيجايا أفادت أرقام تحصلت عليها الخبر من مصدر عليم بوزارة الموارد المائية أن 15 مليون جزائري بنسبة 40% لا يصلهم الماء بانتظام وبالتحديد في القرى والمداشر والبلدية النائية رغم توفر الجزائر على 84 سد وبلوغ كمية المياه البطينية 24 ألف مليار متر مكعب في الموضوع الثاني ذكرت مصادر متطابقة أن وحدات كبيرة من الجيش تستعد لاقتحام تجمع لأمراء القاعدة المحاصرين داخل أحدى المغارات بجبال أيت سماعين بولاية بيجايا وحسب المعلومات التي بلغت مصالح الاستعلامات فإن أمراء القاعدة المحاصرين أمروا أفرادا من جماعتهم بالبحث عن الرهائن لتحويلهم إلى دروع بشرية للإفلات من الحصار وهو ما دفع بقيادة الجيش إلى اقتحام المغارة إلى جاردة البلاد البلاد كتبت سكن لكل عائلة شغل لكل بطال والقضاء على البيروقراطية هذا هو برنامج بوتفليقة للعهدة الرابعة كتبت البلاد أن مصادر موثوقة تؤكد للبلاد أن رئيس الجمهوري عبدالعزيز بوتفليقة سيعلن عن ترشحه الرسمي بداية شهر جونفي من عام 2014 وذلك بعد 24 ساعة من استدعائه للهيئة الناخبة من منصبه كرئيس للجمهورية وفقا للدستور والذي ينص على ضرورة استدعاء الهيئة الناخبة 90 يوما قبل الانتخابات الرئاسية يتوقع أن يتوجه رئيس بوتفليقة بكلمة قصيرة إلى الناخبين يعلن فيها عن ترشحه الرسمي للاستحقاق الرئاسي خاصة أن حالته الصحية في تحصن مستمر في الآونات الأخيرة إلى جاردة الجزائر نيوز الجزائر نيوز كتبت ليسم رابط 8000 طبيب ينشطون بطريقة غير شرعية في الجزائر كتبت الجزائر نيوز أحصى رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ليسمى رابط ما لا يقل عن 8000 طبيب منهم جرحوا أسنان يمارسون نشطهم بطريقة غير شرعية بحيث يقدر عدد الأطباء الذين ينشطون خارج القانون 5000 طبيب بينما يتجاوز عدد جرحي الأسنان 3000 جرح بسبب رفض مجلس أخلاقيات مهنة الطب وجراحة الأسنان والصيدلة تسجيلهم في القوائم التي تم تقييدها بشرط دفع اشتراكات السنوات الماضية بالرغم من أن الانتخابات والهيكل الجديد للمجالس تمت سنة 2006 وبالرغم من أن القانون المنظم لسنة 92 يؤكد على إجبارية التسجيل في هذه القوائم ولا يشترطوا الاشتراك إلى جريدة المشوار السياسي المشوار السياسي كتبت مظاهرات 11 ديسمبر محطة فاصلة في تاريخ الجزائر كتبت المشوار السياسي يحيي اليوم الشعب الجزائري الذكرى الثالث والخمسون لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 الذكرى الخالدة التي شكلت منعرجا حسما في تحديد مصارى الثورة التحريرية المجيدة حينما شحنت الهمم والتحدة العزائم أنذاك والتحدة العزائم أنذاك للوقوف في وجه المستعمر ونيلي الحرية حيث تدفقت سيول المناظرين في المظاهرات السلمية المنددة بالسياسة الاستعمارية الفرنسية لتتحول إلى مأساة إنسانية حصدت أرواح عيد الأبرياء عديد الأبرياء المنددين بجبروت الاستعمار وببشاعة فرنسا لكن كل هذه الأمور لم تثني من عزيمة الجزائريين الذين أصروا على النضال وإيصال صوت الجزائر عبر المحافلة الدولية إلى غاية نيل الحرية إلى جريدة المساء المساء كتبت أيضا في موضوع مظاهرات 11 ديسمبر وقالت يوم حسم الجزائريون يوم حسم الجزائريون عمرهم وقالت في مقالها عن يوم 11 ديسمبر كان الشعب هو الورقة الرابحة وصاحب الكلمة الأخيرة التي لم تكن سوى الاستقلال هو ذاك الشعار الوحيد الذي رفعه الألاف من الجزائريين في يوم تاريخي عنوانه 11 ديسمبر 1960 ليقول للعالم أجمع أن خيار الحرية واحد لا بديل له وأن العالم الجزائري بهلاله ونجمته الذي رفرف عاليا يومها في سماء المدن الجزائرية وأولها العاصمة بكل أحيائها شاهد على مرأة الجميع في الداخل والخارج بأن الجزائر المستقلة ولدت فعلا إلى جريدة الإكسپريسيون الإكسپريسيون كتبت توافد العشرات من رؤساء الدول والحكومات من النجوم والشخصيات الأكثر تأثيرا في العالم لسويتو في جنوب إفريقيا لجعل إشادة الماضي لهذا الرجل الرائع حيث جاءت هذه الحشودة الضخمة لتظهر تفانيها لقادة تغادرت مثل المهاتما غاندي في 30 يناير 1948 جمال عبد الناصر في 1 أكتوبر 1970 وجون كيندي في 25 نوفمبر في 63 وهو ريب ومدين ولكن لم يحدث قط في تاريخ البشارية وقد اجتذابت الجنازات الكثير من الناس رؤساء الدول والمشاهير حيث كانت الجنازات نيلسون موندلا حدثا فريدا من نوعه إلى جريدة لسوار دالجيري لسوار دالجيري كتابت لمدة تاريخ البشارية ومدينة المنسون مونسوا تنسون على حيث تغادرت ومدينة المنساة حيث كتابت السوار الدداء تجار الجملة للخضار والفواكه بالخروج إلى الشارع وبالإضراب في ظل غياب التنظيم حيث تسيطر المضاربة على سوق الخضر والفواكه إذا قال في هذا السياق صالح صويل أمين العام لإتحاد التجار والحرفيين الجزائرين بأن تجار الجملة يعانون من عدة مشاكل خاصة المضاربة في السوق العشوائية والتي لم تتخذ أي مبادرة لحل هذه المشكلة نختم بتصريح المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره هذا الذي على الصورة هو الياس بن إيدير حيث قال شرعنا في دراسة 3000 ملف مقبول مبدئيا وذلك بوتيرة مرتفعة نوعا ما حيث تلقت الوكالة لحد الساعة أزيد من 3000 رد من طرف المكتتبين الجدد في برنامج البيع بالإيجار عدل 2 وقال نحن نعمل حاليا على التدقيق في ملفاتهم المرسلة ومقارنتها بالمعطيات التي صرحوا بها عند تسجيلهم الإلكتروني الأولي كما ستقوم الوكالة أيضا بمجموعة من التحقيقات في ملفات المكتتبين الذين قبل تسجيلهم مبدئيا على ثلاث مراحل قبل تسجيلهم مبدئيا على ثلاث مراحل الأولى من خلال دراسة استمارة التسجيل والتنقضات الموجودة فيها حيث تم إحصاء عدد كبير من المواطنين الذين سجلوا عدة مرات كان هذا التصريح الذي على الصورة إلياس بن إدير المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره إلى ركن الضيف شاهدين يحضر معي اليوم الأستاذ محمد عباس الكاتب الصحفي أستاذ مرحبا بك الله سهلا وسهلا مرحبا بك شبعيشك أستاذ أنت لما أطلب منك سكريبت وتكتب لي كاتب الصحفي لكن أنا أعرف أنك تكتب في التاريخ علش ماذا تحبش تقول أنك مؤرخ أستاذ أنا حقا صحفي محترف وكاتب محترف يعني مهتم بتاريخ الجزائر المعاصر من الحرب العالمية الأولى حدث نستين اهتمام يعني دقيق وليس اختصاصي أنا تاريخ لست أستاذ تاريخ ولا دكتور في التاريخ أنا كاتب صحفي مهتم بفترة معينة من تاريخ الجزائر لاحظت بأن هناك فراغ فحاولت نسد فراغ مؤقتا طيب أستاذ اليوم يعني 11 ديسمبر يعني الذكرى 53 للمظاهرة 11 ديسمبر 1960 احنا نعرف أن مظاهرة 11 ديسمبر جات يعني بعد مشروع ديغول جزائر جزائرية في التسعة من ديسمبر خرجوا المعمرين رفضوا المشروع في العشرة ديسمبر البرجوازيين والديغوليين اللي قبلوا المشروع في 11 ديسمبر خرجوا الجزائريين اللي رفضوا الفكرتين هذا وش نقدروا نحكوه على 11 ديسمبر أستاذ لا ألا تعرف هو محسوب 11 ديسمبر هو لحظة من اللحظات تصادم إرادتين إرادة التحرر الوطني وإرادة الاحتلال إرادة الاحتلال أرادت أن تلون مشروعها فبعد سلم الشجعان ومخاطق صمتينها لما فشلت هذه الأفاق جاء ديغول بسياسة جديدة يعني نوع من الحل الوسط ولكن كان المستوطنين رافضين كل الحل الوطني